ثم اسرته راحت قعدت في فرنسا لديه الجنسية الفرنسية حاليا ولكن من اصول جزائرية عندما يكون الخراب تجد برنارد ليفي اينما وجده تجد هذا العراب اي مكان بيروحوا بيطردوه في اي حتة ولكن استقبال كأنه هو فاتح النهاردة فاتح ليبيا مثل او مصراطة يستقبلوا النهاردة بموكب رئاسي مش اي موكب وده السؤال اللي بيخليك الله هما الاخوان بيبيعوا للعالم ايه بالزبط بيبيعوا لهم ايه هو الاخوان والسراج بيبيعوا للعالم لما يستقبلوا هذا العراب النهاردة ويدولوا المساحة انه يتواجد مع قيادات معازير داخلية السراج يعني عندما يكون فتح باشاغة بيرتب يبعثوا طوارة خاصة جيبه والطيارة الخاصة ترجعه ويجوا النهاردة يعملوا استقبال ويجوا استقبال كبير في المطار ده النهاردة بقول لها حضرتك استقبال رئاسي في المطار وجاي تسأل هو بيعمل ايه في ليبيا ايه العراب الفتنة عراب الفتنة الفتنة اللي كانت موجودة في العالم العربي من 2011 لازم تجد بيرنارد ليفي موجود فيها لازم تونس موجود لبيا موجود مصر موجود هذا هو النهاردة فيه مصراطة طبعا بيتفرج وبيتابع بيلف في الشوارع وعنده لقاءات مع حبيبه وحبيبهم اللي هم بتوع الإخوان والميليشيات في مصراطة وفيتر هنا راح البوسنة من هارسك قبل كده الكرانيا والثورات الملونة تلاقي موجود اه 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 مع كان اه اه لما راح اسرائيل في 2011 واشد بجيش الكان الصيوني وقال لك ده اقوى اكبر جيش ديمقراطي في العالم هو قال كده في 2010 لدرجة انهم قالوا تعالى نرشحك تتولى تبقى رئيس اسرائيل في 2011 لما حصل الخراب في العالم العربي راح البوسنة من هارسك راح طبعا ميدان التحرير تلاقيه مع مين له دور ادوار مشبوهة مع الاخوان مع سعد الحسيني مع البلتاجي مع مش عارف الشاطر مع بتاع اسمهم ايه اللي كان يقول لهم مع الشباب اللي مش عارق اهو موصيهم برنارد ليفي في ميدان التحرير 2011 في اي مكان تلاقيه بقول لحضرتك في كردستان تلاقيه في مصر تلاقيه في التحرير اهو يروح كردستان شمال العراق تجد برنارد ليفي اي حتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر